السلام عليكم ازايكم عامين ايه الاخبار اتمنى اكونوا بخير اه النهاردة احنا بنتكلم على ال full pipeline ال ETL لازم بنشوف الصورة العامة ازاي هنعمل pipeline فجزء مهم جدا الشركات كلها بتعملوا عشان تبني الناس يكون عندها اه مانجمينت ايه مانجمينت دي هي الطول او الاداة او اللي الشركات بتستخدمها عشان تمنج اللي علاقه بالتل جوبز الكونفرجشن دي فيها جزء انتر برايز فيها جزء اوبن سورس في شركات بتشتري تولز انتر برايز وبتمنج فيها دي وفي شركات بتستخدم اه سيمبل او عشان تبني بها الكم ده اه نهار ده هستخدم معاكم هنبني مع بعض كاسمبل او هنسيميلات سيمبل كونفرجشن مانجمينت سيتنجز عشان ان ما تجي تبني اللي يبقى جزء منه انك انت بتسميلات ال اه من اه طيب ايه اللي هنعمل له النهار ده والله انا هنا هتخيل ان انا عندي تابل 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 ده بالمناسبة المفروض المفروض يعني احنا لو ما بنعمله اه دي بحيت حلوة جدا اه لو بنعمله او اي مبنعملهش ها هايف بنعمله على اي ار دي ار دي بي اماس اه ريشن داتا بيز عادي خاص مي سيكوال مسلا هتقول لي اي ده مي سيكوال مش احنا بس يعني مي سيكوال دي مش 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 بستغل من البيك داتر هبنعمل اي تي ال سبارك و هادوب وكده هو قولك اه بل ان هو بتاعيتها انك انت يكون عندك اه داتا بيز مسلا بتقالب بتقالبوا الابديت والانسيرت والديليت بسهولة وانك انت تستخدمها في الفاستي رتريف ماشي اه والتاني حاجة احنا ما عندناش اصلا يعني اقصى حاجة اكون عندك كم جو بعد برو داكش يعني عشرة اي فجو يعني دي مش بيك داتا يعني فاحنا نستخدم اه تخيان ده بتعمله على التول دي بتعمله ابديت والكلام ده وبتعمل ريب اللي كاملناها على هيف يعني ازا بتقول ايه ديلي كده سنابشوت بيتميلي لهايف فهذا خير ده هو التابل ده بتاع هيف اوكي تابل ده يكون جوه اي جوش هيت انفروميشن زي ايه عندنا جوب اي دي كل جوب لازم يكون ايها اي دي صح جوب اي دي مسلا حل طيب اي تاني مهم احنا عايزين نوصله البرامتر وده الحيطة مهمة جدا فاكرين في الفيديو اللي فات لما اكرمنا على الجسم برامتر طب الجسم برامتر ده احنا هنلاقي فين هل في ناس تقولك تب ما تحطو مع جوب فايلز وخلاص هقول لب طيب وكل ما تقوز تعمله ابديت هتطر تعمل جراج جديد وكام ده كده بيحصلش طيب هتقولي طب خلاص تعالى نعمله يعني نعمل باس نقرى منه جسم فايل ده ويكون عندنا لكل جسم فايل دي ممكن بس في براكتيكال ممكن ده ما يكونش افضل حاجة فايل اخير بشكل كده بتعمل جزي تبول كده يكون جواه مسلا هنا عندي برامتر ايه مسلا افترض عندي طيب مسلا واجهة هون مسلا ولي فاتخير انت عندك ماب الماب دي اه value اوكي طيب فعندك ماب اف ده الماب دي ماب اوكي جواها الجسم اه طيب او البرامتر طيب والفاليو بتاعته حلو لكل جوب طب اتقولي حاجة تاني افرد عندي جوب ليها اكتر من برامتر ليها جيسون وليها يعمل ليها اي ان كان اعملهم وعملوا سيكوانس فاتخينا عندنا حاجة اسمها سيكوانس مسلا حلو سيكوانس وان تو سري فور هكذا تمام طيب اه فانا كده عندي جوب اي دي او نيم وعندي البرامتر وعندي سيكوانس البرامتر دي مو عندي طبعا تايم ستامب دстра يعني تايم ستامب الـ time او الـ time ts اللي هنحط اي اختصار الـ time stamp ماشي فبالتالي هقدر ان انا عن طريق اي دتاعت حاجات دول؟ ابدأ ان انا امنج الـ konfiguration مانش الـ konfiguration مانش بتاعدي طيب احنا الفيديو النهاردة هنبدأ نشتغل على ازاي نبني الكلام ده هو تعالى اه ازاي نبني الكلام ده هو تعالى ارض الواقع يعني زي نعمله في اسبات من الكود بتاعنا طيب. اوكي نروح للكود بتاعنا. طيب اول حاجة في الكون فيجريشان ماشمية هنفكر فيها النهاردة هنتخيل ان احنا عندنا ااااام يعني ااا زي جيسون ااا سويا زي اا اااا زي اااآ ااا زي فايل سي اسف في فايل ده بيربرزنت التابل اللي احنا هنسميلوطه على البرودكشن. فطريقة هنيجي نهوت على هنعمل فيها نيو فايل هنسميه مسلا اه جيسون اه برام مسلا او جيسون كونفيك مسلا. حل? طيب. تمام? طيب. فكرين احنا هنا ده ما كنا عاملين وقلنا انفيرومنت دي فيها اه فيها تو تابلز. الكونفيج اه الجوب كونفيج والمزي مست. تعالوا دخان احنا عندنا هنا بس ايه? بس. ماشي. ماشي. روحنا هنا عند انا عايزة اعمل ده عشان كل حاجة اللي هو كان عندي. فانا هعمل ايه? انا عمل يعني لجيسون فايل ده. فحطوا هنا هو. طيب تعالوا نشوف ايه ايه مكونات او اه سرعي التابل اللي في الكونفيجراشن اللي احنا هنسميوري التوعية ال ótimo. عندي حاجة اسمها جوب اي د. عندي حاجة اسمها جوب نيم. عندي الجوب اي د هنا واي اي د. انا حتى عملته واحدا صفاتة اسكولنز ايه ماشي? اه جوب نيم انا مثلا سيبتمي تنابيل التست اللي هو الجوب اللي بنيعملها. بstone فانا كده عندي هنا الكونفيجراشن طيب. 것ين. json. اه الكونفيجراشن نيم مثلا اه جوب قونفيج مسلا. ب Nai من كده عندي هنا الكونفيجرسن الفيليو. ايكونفيجراشن فاليو هنا هو تا فانا هتخيل مثلا عندي جيسون دهوت ماشي ده كله فانا عايز ازاي خليه وانلاين احنا ممكن نسمبل كده اروح هنا افتح اا سنية كده نفتح اا فايرفوكس اوكي نفتح اي ووب سايت او ممكن حتى اعمل الوكال انا عوريك وممكن اعمال ازاي على اي ووب سايت فانمح مسلا هنا اقول له جيسون اوناين ادتر فاننوح على الوب سايت ده مسلا اوكي واحط هنا الجيسون فايل بتاعه واعمل له كده ابقى وان سترينج طعم اوكي فاروح هنا على الاسيزي فايل وهتبليس دي بالجيسون فايل بتاعي طيب في النقطة هنا صغيرة بما اننا هنا عندنا الجيسون استرينج بجوة دابل كوت فانحطه بنكوت وهقول لي سبارك وانت بتقراه خبالك ان الدابل كوت هنا هتبليسها بكوت يعني الحاجة اللي ما بين كوت هي اجنور اللي هي الديليمتر الفيه في نص شان في الديليمتر الفيه في نص ممكنها باي اوكي طيب بعد كده السيكوانس ده السيكوانس اقام واحد وده طيمستام طيب ده كده اول حاجة عملنا سيميوليشن لي ايه ايه احاكام لسيميوليشن الايه لليه لليه للتابل الا عل الدابليسي تبال طيب نيجي نبدأ نكريت اا نعمل يعني لي ااا الهو اللي هو اا الهو الاتل اا اا جوب اا جوب رام كونفيجرشن تست اوكي طيب دي بعمل ازاي احنا من كلاس جوبارام كونفيج تست طيب اوكي طيب اوكي في حاجة كده رحزناها احنا المرة اللي فاتت وحبنبني مثلا التست هنا كل مرة نعمل اكستيند 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 ده وز ده وز ده وز ده فبصحة مالو ده يعني يعني وحش جدا يعني ككود احنا مش دارة نبني افضل شكل الكود بس فعلا حاجة دي سخيفة جدا فممكن بدأ من نوع كل مرة نعمل اكستيند كل الحاجات دي ممكن نروح هنا نعمل ايه ممكن نعمل اه سكالا نسمي ايه اه تريد تست مسلا ايه تريد تست مسلا تريد تست هل تريد تست ده هيكون جوائي هنحط بس في انا عاملين كوب بتاحنا هنحط في بس الام هنحط في الهو الاكستيند ايه انا عايزين نعملها كلها مرة واحدة فهنا سوري ايه ده اوكي سوري ايه اللي عمله ده هنا بس اعندك الى السطر ده كده طيب التريد تست ده جواء ايه ننجوش اي حاجة اهو جواء بس اسم التريد تست جواء الاكستيند اللي هنحطين نعملها كلها فكل مرة بدلا ما كل مرة اروح اولو اكستيند اكستيند ده فعملت ادريكت هنا فمجي هنا واعامل اولو اكستيند تريد تست طيب كده جواء كل اكستيند شان انا عايزة طيب حالما هنعمل بقى نعمل ونبدأ بلونة تست فنعمل يونة تست يسيميلات الفنكشن هايزين نعملها فانا كتبها هنا جهزة مشان اا منذاش وقتنا هناخدها ونشرحها سور للـ ااا لاول تعالوا نشوف ايه اا ايه 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 مش عايزان هادراتيه طيب تعني مش ناين ناين بعد كده نصلح بتاعنا او الاشيوز اللي عندنا اوكي طيب اول حاجة انهوت انا عملت اللي هو الجوب كونفيج وبقلي ايه انا كده مريش انا جوب كونفيج طيب هنا انا كنت مسمي حاجة تانية اوكي عشان بسخي نفس الاسم اللي احنا عايزينه اوكي طيب انا عملت كلاوس عملنا اكستيند للتريد تيست اللي احنا عملنا دلوقتي طيب بل كده انا هعمل التستنج يوتيل زي احنا استغلناها قبل كده حل هعملناها زي اوبجيكت واح بيتصلها لسبارك واقول له بيربير اه اللي هي بيربير هايف تابل في البيبير داتا بيربير هايف دي هيرجوها ايه احنا ما عرفت عملنا جواها هنا الامزي ماستر طيب اللي احنا عايزينه هنا مفروض بقى مفروض ناديها نفس الفانكشن دي بس لجوب كونفيج اللي هو اسم الفايل اللي هنا ده هوت اللي احنا عايزين نلوده ازا تابل اللي هو هنا اسمه ايه جوب كونفيج تعالي هنا روح هنا قوله لود جوب جوب underscore كونفيج اوكي طيب في جوب كونفيج ده احنا عملنا ايه هنا هوت عملناه لود في اشو هنا هنصلحها بعد شوية فكده ادي الجزء هنا طيب التست جوا ايه نعيش ده كده طيب هنا التست ضاهبة جوا ايه جواه انا عايز فانكشن نكتب فانكشن ما ماشي اللي هي هنسمي هنا getPrimary مثلا ايه ايه حاجة ماشي اللي هي getPrimaryModelبرام دي ممكن ناديها امتي ماب مثلا ممكن قوله ماب امتي ماشي فانا عايز فانكشن اباصلها الفايل ده اللي هو الجيسون ده سوري اه بس انا عايز اللي هو السي اس في ده ترجعلي الجيسون الطيب وترجعلي السترنج نفسه اوكي طيب هنعمل ايه هنعمل فانكشن بتعمل كام ده بس درتي احنا لدينا هنا ده ده الاكسبيكتد اللي هو الجيسون وده الابجيكت تاعي وده الاكشوال اللي هنحن نكاري تفنكشن هي getPrimaryModelبرام دي طيب دلاتي هنفوض لو عانينا اليونيت تيست لو عانينا اليونيت تيست هنفوض انها تفايل عشان مفيش انه مفوض هنعمل له ماب امتي ودي ماب مش امتي طيب هنشوف كده هنشوف الاوبوت امتي وقلق ستعبطي شوية بس هو مفووم ياخدش الوقت ده امم اوو بس ده ادى من البيع انت اكسيبشن من get resource file name pass غيربا في حاجة فالفنكشن اللي احنا نعمل هنا اه اه انا هنسمي job config والفايل الناس مجلس بس صور هنا احنا expect job config فاتعاله نرنيم الفايل ده اخلي job config احنا قلنا اصلا ان الطريق اللي بنقابل فايل دي احنا هنعمل لها refactor بعدين عشان دي مش صح وليها cam side effects واحدة من side effects هيا بنشرحها مسلا ان انا بقوله return unit ماشي مع ان انا هنا تلقى null pointer exception فازاي ان هو return null pointer exception وانا return بتاع الفنكشن بتاعتي مش بي expect اني من ضمن المشاكل ممكن تحصل او exception ممكن ترجع لي null pointer exception في scholar of function بقيم اسمي d side effects فقده في critical side effects هنا او فقول دورنا تاني ما تضربش بشو دي او مهم او فدي دي من ضمن الحاجات احازين نعدلها في الكود بس ممكن ما اعمل لاش في الفيديو في الفيديو دور الجاي يعني نعمل بعدين بس دي من ضمن الحاجات احازين نصلحها في الكود يعني بس دي عشان بس في test prepare فعملات simple function يعني طيب طيب تعال نرجع هنا مفوضة ان هو ما يخلص يقول بس ان هي مسماتش هنشوف كده الوضع ده اوكي طيب هو انا ما اضربش خاص انا بيقول لك ان انت ما بدي امتي ودي مش امتي طيب نبدو بعدها تي اا في المرحلة البعضة كده هنروح نعمل اا كلاس هنسمي اا هنعمل ايه نعمل ايه نجوب بارام كونفيك تعال نعمل تست تعال نعمل له كلاس هنسميه جوب بارام كونفيك اوكي طيب طيب كلاس ده همفوض بقى شكله عامل ازاي طيب افوض ان انا في كلاس ده يكون عندي اا اول حاجة يكون عندي اا اا سكيمة بتاعة ده يعني السيس في ده اللي احنا او التيبل ده فوضي بليه سكيمة عندي ونحاول نخلي كل حاجة طيب يعني as much as we can طيب تعالوا انا قريدي حاطت السكيمة بتاعته في اا الفايلة عندنا هنا هو طيب تعال نعملهم على بعض اوكي ايه السكيمة بتاعته تفايل ده هو او السكيمة ده يعني احنا احنا هنحطوها او مثلا فايل اا مسلا هنا ساي job config job jobaramconfig job job program config jobaram jobaram ماشي job id ماشي طبعا ناخد الاسمية عطونا الفايل اوكي نحن نعود طبعا ناخد ده كده اوكي طيب مفروض انه كلهم معده اخي حاجة هو اللي اللي time stamp احنا هنعمل نعود بعد كده نعود ام time time stamp time stamp time stamp احنا في كده اول خطوة عمناها ان احنا عملنا ال case class الخياجة التانية محتاجين نعمل function انا كنت كتب حتى اسمها نوعات اسمها get primary model ليه هي اسمها get primary model برامل الاول طيب الاول انا عندي هنا sequences طبعا ما انا عندي sequence فانا مثلا هفطارد ان دي بترجع لي special sequence id بس انا انا هجيب function بيترجع دايما اول sequence ممكن نعمل المور generic ويترجع لك بيزد على sequence انت عايزه بس انا هفطارد ان احنا مش نعملها generic بالدرجة دي وهنعمل function primary function اللي بيزد على الاكتر حاجة انا عايزين هي طيب function دي وفود تاخد ايه طيب بما ان احنا محتاجين فهي بقى اول حاجة هنا طيب ايه تاني عايزين نعملو هنا يبقى عندها job id انت هنا انت تبصي job id اش هفلتر عليه ايه تاني اه محتاجين اه الكون فيك تابل صح الكون فيك تابل نيم كون فيك تابل نيم اه وده طيب ترجع لنا ايه ترجع لنا سوري ترجع لنا هنا ماب طيب اول خطوة نعملها هنا ايه ان انا هقول له الكون فيك تابل الكون فيك تابل ماشي وهو هم اديها الكون فيك الكون فيك تابل نيم كده بقى معي تابل الحاجة انا هقول له ودي له ال اللي احنا عملناه طيب وعشان هنا انا بستخدم اللي هو فمحتاجة امبورتها امبورت امبورت سبارك ماشي طيب كان حاجة كمان صغية كده انا بحب بس ان احنا نحط كلها في الميتا داتا بتاعت اه في الميتا داتا نهوت نخلي كل هنا ماشي امبورت انا بس بوضي فوق هنا هل انا ماشي احنا نبتا قادش ن weekend ان تعacion انا نقضي ميتاعها امبورت اله امبورت الخطوة البعدي silhouette أنا بقى معي بقى معاي الخطوة البعدي كده بحاجة افلطة انا عندي اكتر من job انا عندي صاح محطة بنيم أوضي الناس بتعمل بس يعني خلاش نساعدين على الناس. اه هنقول له jobs dot ID jobs dot job ID equal job ID. طيب. ايه تاني? عندي فلتر كمان. انا هقول له any sequences dot config sequence equal equal. اه one. طيب. اه بس بدنا نعمل لك الوقت يكون نقول له هنا ايه اه اصلا هنا فهم اه primary اه اه وقال له اقل له هنا مشي طيب نيجي لخطر بعد كده. طيب انا كده خلصت. نارس بقى اخي حاجة ان انا اجعله انا كده بيجعله هنا ده لا انا مش هايزة نقول له dot map. اه ما بقيه بقى. بقى طيب اللي يلي لي. ماب اوف. بي دوت اه الconfig type. الconfig type. و البي دوت الconfig value. اوكي. هنا بقى عندي. اه اوكي. احنا عايزين. اوكي. طيب. طيب. طيب بقى عندي ال الناتج هنا بقى اي data set of maps. انا هنا اقول له موقعات نعملة dot head. طيب. كده انا هجيب اول واحد في في اللست دي. طيب. هنا ايه مشكلة ده ده دقاتي برضو. مشكلة دلوقتي ان انا بفترض دايما ان انا بقول له head. افترض مش موجود. ليه? امتي. فتقول له head. اه لو هو بتقول له head. وشوف الكسة. دي سانة هتعملوا head دقاتي. انا هفترض ان هو موجود. وانصل على حيتي دي بعدين. بس خلينها دقاتي. دي جيت. اوكي. طيب. المرحلة بعد كده ايه? انا هنرجع تاني نتست تانية برضو. تعالوا هنا دي نرجع هنا. نقول له. اه اه اشي دي اول. فل هو هنا مش شايف دي. فل نقول له هنا. امبورد. سانية كده. اشي بكون في كده اوبجيكت مش كلاس. اوبجيكت. مش هايزنو كلاس. ماشي. طيب. بعد كده هنا. اه. او مش شايف ايه هو جوب اي دي. فانا اروح على الكونستانس. ماشي. طيب هو اعمل ايه? هو هنا. اعمل حاجة اسمها. ودي له بتاع ده. طيب. وبعد كده نروح هنا على بتاعنا. نقول له هات هنا. ايه? جوب اي دي. وبصيله هنا جوب اي دي. طيب وطيبه الاسمه اه جوب كونفيكت. طيب تعالوا نشوف كلا وان هنا لا تشتغلوا ولا. جوب. المفترض هي تشتغل ساكسسفول اه 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 استنى واحدة اها اه اه احنا بدي انه الجوب قديدة. وحطي نلو نغوض في كونستن. وحايدين له ان سيكوانس هنا اقوال وان صح? اقوال وان. طيب في هنا الارب. الارب اللي هنحننشوفو. دلاتي هو بيغي سلق المشبه شي أحكي. بيسلق المشكل أحكي. حث نحن ن Herr بيغي بيسلق المشكل أحكي. طيب المشوركم أيضا. وان 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 يبقتين. نحن سنطح انا بس هوا افتاني واجب ال debugger على طولة الهنا مش هايزين كمان ال debugger ده هنا فانوا افتاني مش هايزين ال debugger هنا هايزين نوح على طولة الهنا مفتوضنا هنا حطي الواحنا هنا اوكي واحنا احنا هنا اللي شفنا اللي جايله زي وادي حلو احنا اخرنا دي كده واحنا عند هنا ونالو ده دوت شو طعا نشوف اه هي مش هنا حلو اه طيب الغلطة اللي هنا في الحتة دي غلطة لتكون احنا محتاجين نغير الابشن برامتر الابشن برامتر تبقى اه نقول له ان دابل كود بقت كوتش ان احنا هنا غيرناها خلناها كوت طب هنعدلها ازاي هتاجين نروح على الابشن الابشن نروح 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 ونقول له هنا دوت اوبشن قل له كوت هنا كوت طيب 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 عملنا لو عملنا الخطوة دي المفروض اللي هيحصل ان احنا هنقول له ان الكون فيج ان ان الابشن برامتر دي يعني احنا لردتها مفروض انها نفوت اشتغل بصراش اي مشاكل وهو يقوم عملنا دباج اللي هيحصل دراتي هنشوف ان الابشن بقى 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 برضا ما هو اه اه اري الجسم سترينج سبلتت عشان البيب هنقراها هنقراها از وان كولوم بس هنطق اكد اشتغلت ونديباجها ساعة تاني انا قلت ان نعملها بس انسيت ان انا هنعملها اه اه وانشغالين اوكي اوكي كي هشتغل تعالوا بقى تاني نعمل دي باج لنفس نقطة تاني ووريكم فرق التوب بشكل عمل ازاي احنا فاكرين لما رحنا لا مش هنا سوري اه ولا هنا ولا هنا ولا هنا هي هنا فاكريني من شغالة ما احنا بصرنا رأينا ان الجيسون ان الجيسون فايل اه جيس عشف طيب تعالوا نشوف هنا هوت لما هنعمل تاني هنشوف اللي هيحصل اي دلوقتي اوكي تعالوا نتعمل هنا اولو دوت شو ماشي ونشوفها في الكونسول شكلها عمل ازاي اوكي نروح هنا عالكونسول بقى اشنا ويكتبع كونس بص بقى جيسون كله في موجودة. طيب خلاص احنا كده خلصنا نقص حتة صغيرة جدا جدا هنا. نحن عايزين بس نعمل اه يعني دي كويسة بس احنا عايزين نعمل حاجة اسمها ده وظيفته. نقو بس يديني ده ويديني معاها لكل البروجيكت تاعة استخدامها عشان ما يبقى موضوع فتعاون هنتخيل الكل اللي احنا عندنا هنا فونكشن جيت اه جيت جوب كونفيج اوكي هنبصلها الجوب اي دي اللي احنا خدناها هنا هوت وهن اه لو استرينج وهنبصلها الجوب رام الجوب نيم جوب نيم عشان نحطه في الابليكيشن لي نيم وهنبصلها الباتش اي دي اللي احنا هنكاري بي اللي هنبصل لجوب بتاعتنا كلها والكونفيج اه تابل نيم اللي هو ماشي وممكن نتديلو ديفولت نيم اللي هو جوب كونفيج ماشي تمام طيب هفوتر اجعليني ايه فوتر اجعليني حاجة اسمها جوب كونفيج آآ جوب كونفيج مسلا ماشي ماشي جوب كونفيج ده هيبه كيس كلاس كيلس ده يكون جواه ايه فتر. يبقى عندنا هنا فينال كيس كلاس. اه 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 ماشي اللي هو جوب كونفيج ده نكون جواه ايه الام جواه حاجتين يكون جواه اس اس اللي هو آآ و هيكون جوا حاجة تانية جوا الكونفج اللي جبناها من الجوب اللي قبله اللي هو الماب اللي هيا تبقى الماب اللي احنا هناخدها نشتغل بها اللي هي هتبقى يبقى عندنا حاجة تانية اللي هي سانية يعني كده هنا هيبقى عندنا الجوب اي دي اللي هي حاجات دي جوب اي دي ويجوب نين بس انا بدلا ما نعمل كده تعالوا نحطهم في اناظر كيس كلاس يعني الفاينل كيس كلاس زي مسلا ايه البرام ماشي يدي له الجوب اي دي وي اللي هو آآ لونج ماشي والباتش اي دي اللي هو هيبقى لونج برضو ويهيبقى عندنا الجوب بارامس params او جيزتي مبارام مش كان انistine Burton لو هيبقى ماب عفو عفو Um hallway adhering with string دي ماشي طيب ودا الاندي هنا ايه جوب دي اي إس و فى erfolg نفيогодين يدير اس of افو الطيب ده. طيب. طيب. الجوب دي هنفوت يبقى فيها اي? نفوت رجع حاجتين. هيكون الجوب دي بتقل الفنكشن دي باتنية دي على فنكشن اسمها حل? طيب. تعالوا نعمل هنا اللي هي فنكشن اسمها getSparkSession. getDev. getSpark. getSparkSession. طيب. getSparkSession جواي. jobName. string. وي. sessionConfig. sessionConfig. map of string. وي. اديها default implementation. لو هي مش موجودة لاتبقى mt. map. map. dot mt. of string. و string. ماشي. وممكن كمان اديها enable enable. اه هاي اه. support. deflag. boolean. boolean. by default هو true. مسلا. طيب. حل. فنكشن دي مفوت ترجع لنا اي باتن شنو ما عارفين. مفوت ترجع. spark session. spark session. طيب. ام باتن خلان نعمل دي بما انها ايه اللي هنعمل له انه هو احنا نبني. نقوله val session builder builder equal dot builder. ماشي باكاد. ابنيم. ابنيم. ندي له job name. يلا. job name. كده. تعال نقول له dot master. طيب موقعت عشان هنشغلل local. تعال نقول له local. ماشي. ماشي ده كده بتاعتي. هقول له. session config. session config. اوكي. session config اللي هي المابتعتي دي. هقول له dot for each config منها. for each config conf. طيب. دي بقى عندنا حاجتين هقول له. session builder dot conf. هقول له بقى ايه? ال conf. هبصلها الحاجات احنا هناليا. underscore one. و conf underscore two. طيب. كمان نقطة كمان هنا هوت. طيب نقطة كمان هنا اه او يعني حتة اخرى كمان. حتة اه 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 انا هقيل له هنا dot enable dot dot create. else. رجع لي session builder dot get or carry. طيب. حل? حل. اخر حاجة في function دي بقى هنتبصل لها ايه? ولا حاجة هباقها هاخد اول val. سوري. هنا val. اس اس لها function. انه احنا هاخد اللي هي get t. ونبصلها هي عايزة job name. وعايزة العايزة تاني. مش حاجات دي مش عايزينها. خلاص هنبصلها ان job name بس مؤقتا دلوقتي. مش عايزين حاجة تانية. وال val job params. job params دي هيكون هتاخد ايه? هتاخد من function دي اللي هي get primary of session and job id. job id و اي تاني بتاخده الconflictable params. حلو كده? خلاص. نرجع بقى الكيس كلاس اللي عايزين نقعد دا. اولا. of job config. او سوري. يا job params وي session دا. السباك سوري. لا اهي هي بتاخد هنا. سوري بتاخد. اه او اوكي. هفض هنا نقول له. هده كده. job config of job id. وي. ال patch id. وي. ال job params. نقع له كل ده هنا. طيب. احنا ليه محتاجين الكلام ده هوت? طيب مؤقتا هنعمل ده two string. وحنا اقلل له job id ده. اخفوهن هو long زيني واحدة. اه او كي. طيب. job هنا هو here string. هنقول ده two long. طيب. برضو احنا في الكود اللي هتشوفهما فوق اون لاين. هتلوفها ايه مش معمول ده two long. بتليه حاجة اسمها. آآ موجود لها job long دي. بس مش عايز اشراح هذا عشان يكون طويل شوية. طيب. احنا كده بقى عندنا job config دي بترجع لي نفس الكلام هنا. ماشي. آآ بقى عندي بقى عندي بترجع لي بترجع لي job param اللي احنا عايزينا. ايه فايدة ايه فايدة كل job configuration عملنا النهار ده دي? ان هي تساعدك وانت يكون عندك يعني لو اخدت الكود ده واعملت واستخدمت الخطوات دي ترتيبني. فعلا full workflow ده اللي حاولت رحوة سعيدة هنعمله كله النهار. طبعا انت ممكن تسكيب حاجة تفيديو ده لو انت حاس ان هي محتاجة تفاصيل دي كلها. بس احاولت ابنائك full ديمو فعلا فيه كل التفاصيل ما ممكن تحتاجها. آآ احنا مش نعملي تست. احنا بفتار ان هو شغيرة مفوش اي حاجة احنا عاملها. يعني فيش حيطة محتاجة تستها. بس ممكن تعمله بعض تستين. ودي برضو هي بترجع التست بترجع job config انها عاملها والبرامتة احنا بصناها هنا. فهي نفعلش لوجيك اصلا يعني. عشان ما تقولش الفيديو فاحنا كده خلصنا الجزء بتاع job config. المرة الجاية هنعمل البايبلاين نفسه بقى. هنبني فيها الخطوات دي كلها. آآ شكرا يا خير. سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر